12 جنف الاسم خلاص هو على طرف يا كابتن جون خلاص لكن دلوقتي الموضوع بقى صعب عاوة يا كابتن اكرامي يعني احنا لو جبت جدول الدوري اهو قدامي الاهلي دخل في 20 جون الزمالك 24 جون ايه ده بص يا مهي معلش يعني ما احترامي ليك انت غلطت غلطة كبيرة جدا دلوقتي اه انك بتقارني انا و عادل باللي موجودين دلوقتي مع احترامي يعني ليك انا بقارن عدد الاهداف بقول الاهداف اللي احنا اللي احنا انت غلطت غيرا جدا ان حضرتك مكتش مركز معايا لا مركز انت مكتش تقصد كده يا مهي انت مكتش تقصد كده يا مهي انا اكرامي يا اكرامي ليه مش اقصد اقولك فيه يا رأي كبير قوي ما بين حراس المرمى في قندية مصر كلها اه من 25 سنة غير دلوقتي طيب تعال نحسبها كان الزمالك و انا اقول الكلام ده مش اول مرة اقوله الزمالك كان عادل المأمور المنصورة كان سطوحي اه محلة زكى عفتاح لا ده زكى برضه دول بعدين بكتير مال ايه كان فيه خرشد وبعدين فيه عبدالسطار بعديه و لا اتحت لي حاجة عرفة خلاص ما انت قتلص صغير برضه طيب معلش اتحاد السكنداري اتحاد السكنداري اتحاد السكنداري كان فيه بص كل اندية مصر حليمو كان في القولمبي ده القولمبي اه كل اندية مصر كان فيها حراس مرمى على مستوى عالي جدا اتحاد سكنداري النهاردة النهاردة هاتلي زي معادل بيقول حارس مرمى مميز باستثناء محمد الشنوى واحمد الشنوى ومصطفى شبور طالع لو تفتكر كنت انا هنا مع احمد سليمان في مشكلة محمد صبح قلت له ايه قلت له محمد صبح اللازم يقعد في النهات الزمالي لو مش هتندمه عليه يعني انت مش مقتنع بصبح وعود؟ انا لسه بقول ايه دلوقتي بقول قلت لأحمد سليمان ايه انت ذكرتني ثلاثة برضو من ثلاث ثواني قلت لي الشناوي الشناوي شو بير دلوقتي دلوقتي اللي هو الموسم ده ايه خلاص لان فيه ضرب بالنسبة لأحمد صبح ومحمد عواد لكن انا قلت لأحمد سليمان لو محمد صبح مشي من نجزة ملكة ندمع ليه ليه انا بقول لك ان محمد صبح حارست مربع جيد جدا محمد عواد مشكلته ان فيه نوع من انا مش عايز اتكلم على التدريب عادل اللي تكلم انا مش دعوه بقى بالموضوع التدريب والكلام ده اللي ما عرفش مين هو المدرب بتاعه دربك نبي صغير في السن مو جاي برضو معا من جميز جاي بمعال جاي الطعم كامل مانا ما عرفش يعني خلاص لكن انا بقول ان محمد عواد برضو تظلم في وقت من الأقوات مع نادي الزمالك وخصوصا من خط الظهر فيه اهداف دخلت كتير جدا في نادي الزمالك بسبب خط الظهر مو برضو في حسامك خط الظهر زائد التمركز وعدم التفاهم بساعد الله سيبك من التمركز وعدم التفاهم والكلام ده مانا انا بقيم لعب ازاي النهاردة محمد عواد بيلعب بقاله قديه في نادي الزمالك قبل سنين مش كده وخط الظهر هو هو ما اتغيرش لا باستثناء اتغير لا اتغير باستثناء الونش اتغير سمع بيجيد حسامك بيجيد مبارد الزمالك ما بقاله سنتين بيلعب مش كافية مش كافية انه قبل كده مين كان بيلعب ما قولك الونش ومصاب هي دي الصغرق اللي كانت موجودة في نادي الزمالك يعني هو الونش ومصاب يتفتح لان انت ما عندكش بديل انت ما عندكش بديل عشان انت عندك مشكلة اسمها قيد ما فيش صفقات جيدة بيجيبها ولعبها جديدة عشان فرنسا تتأهل الدور قبل النهائي طبعا بضربات الجزاء خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة كابتن اكرامي بما ان حضرتك بديتني حتة كده حلوة انا تقبلتها الدين انت حتة حلوة انا وكابتن عدن المأمور بالحراس صح طي انا بعمل فقرة الافضل طبعا انا مش مجهز هالك جاية بايلك يعني هي بايلك لا انا مش مجهزة بجهزة بالصور بس هي فرضت نفسها ان انا اقول هالك قول يعني كابتن اكرامي افضل من شريف اكرامي اه كابتن اكرامي افضل من ثبت البطل افضل من محمد الشناوي اه افضل من احمد الشناوي اه افضل من افضل من مهيب عبدالهادي سوا من مصطفى شوير اه افضل من نادر السيد اه وما المودة ناشكس عالم ليه اصلا احنا ما رح ناشكس عالم لسبب واحد ان ما كانش فيه تنظيم ما كانش فيه وانا عايز اسألك سؤال هو انا لما كنت انا موجود كان مين اللي منتخب مصر اللي موجود يعني هرابيض طيب يعني هرابيض من تلعب مطش تونس كان كابتن خطيبه وكابتن مصطفى عبده وكابتن حسن شحاته يا مهيب انا بقولك ما كانش فيه تنظيم ولا تنصيق في مصر بالنسبة ليه من منتخباتك اي بدليل ان احنا لما كنا عايزين اعداد بلعب الامن المركزي في استاد القاهرة الله يرحمه المدير الاستاد كان حسن كان اسم حسن ايه معلين كان بيتفعلين النور واحنا بنعمل فترة اعداد وماتشاد بنلعب الامن المركزي انت وقفت واتش المغرب اللي اتغلبنا فيه اتنين هناك اه التايمومي جاي في الجون هو وبدربالة تقريبا اه طيب يعني يعني ايه لأ ما كان فيه مشاكل موجود عشان بس نكون مش عايز اخد فيها تمام لان لو خدت فيها هغلط في الناس لأ انا بس لو حد قدامي وسامعني هيقولي الكلام اللي انا بقوله عشان كده انا بقوله يا سيدي انا اللي خركت مصر من كسل على مفيش مشكلة تمام خلاص لكن انت بتقرن بناس فنيا لأنا احسن منهم كلهم فنيا تمام ودي حقيقة مش مجاملة الوحيد اللي يتفوق علي عسام الحضري في البطولات اللي خدت عشان نكون متفقين يعني بس والحمد لله ده مش غرور دي حقيقة ولو جبت اي حد يقولك اكرامي ده بالنسبة للنادي الاهلي لا اكرامي احسن حارس مرمى جي النادي الاهلي مع الله يرحمه سيبت البطول اراك يا كابتن جمان في الكرام لا يشعر حاجاتي اخوة